بسم الله الرحمن الرحيم عند اليوم ان شاء الله كيكا اقتصادية باثنين بيضات هشة وخفيفة مثل القطن وبمقدير سهلة وبسيطة ان شاء الله بتعجبكم طرقتها وهي طبعا بعصير الانانس وحبات الانانس حطيت فيها والكرز هون ورشتها بجوز الهند هذا حسب الرغبة كتير عجلتها خفيفة ومقديرها سهلة وبسيطة ممكن نعملها للضيوف بأي لأي حدا هاي مقديرها كتير كتير شهية وخفيفة وان شاء الله هلا بتعجبكم طرقتها وبتجربوها وبنسمع اراءكم وتعليقاتكم وخلينا ان شاء الله هلا مع الوصفة ومع المأدير بسم الله والسلام على رسول الله معاكم بإذن الله مطبخ هنا بتمنى من اللي بيشوف الاول مرة ما تنسوني من اللايك من الشير عنا اليوم وصفة كيكة الانانس كتير سهلة وخفيفة واللون تباحة حتى بيعطينا طراوة وكتير اقتصادية باثنين بيضة المأدير اللي عندي ان شاء الله نفس الكاسات اللي بستعملها هي هي اللي بتستعملوها تاعت البيت نفس المأضاع عندي هون طحين منخول لازم منخول كبتين ونص من الطحين واثنين مل بيكن بودر هون عندي كبيرة ربع سكر وواحد فانيلا انا طبعا الحلة ما بكتر هذا اذا بتحبوا بتكتروا انتو بتعملوا كاسة هون كاسة من عصير الانانس خلطها بشوية من مية الصودع اذا مش ممكن اذا مش موجود بس كاسة من عصير الانانس عندي هون لازينة مع حبات الانانس عندي هون كرز اذا ما فيه طازة ممكن هدا عندي يكون معلب اثنين بيضة كبيرة ربع ماي هون كمان نفس الشي زيت وعندي مع القتلين زبدة اذا مش موجود او ما بتحبوا زبدة ممكن تحطوا كاسة من الزيت او كاسة لربع عندي هون حبات الانانس بس الاطاعة مقطعين هون هياتهم قد ما ياخد القلب عندكو انتو بتقطعوا حسب الرغبة اول شي بسم الله بدي حط اثنين بيضة بسم الله الرحمن الرحيم دايما نخلطهم مع السكر والبنيلة بسم الله الرحمن الرحيم انا ما في خلاط عالكهرب ما بدي بدي خلطها بالايد عشان هيك احنا بنقول لما تكون اقتصادية سريعة ممكن فجأة الخلاط عندنا يعتبروشيه بسم الله لازم قلطهم منيح السكر لما يدوبوا مع بعض هون والباب بسم الله شايفين هاي نخلطها لما ندابوا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم هلا بدي نزل عندي الزبدة المعلقتين والزيت ونكمل خفق بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لما تروح الزبدة تختفي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هاي شايفين لما تختفي تماما شايفين هاي انترميت اخفق بالخلاط اليدوي ممكن انتو تضعوا على خلاط الكهراء بالميكسر اي شي بس انا هيك صراحة بلاقيها كتير طريقة كمان ناجحة هاي هاي اكتفت الزبدة تماما بسم الله الرحمن الرحيم هلا بدي نحط الماء اللي عندنا بس اول واخفق ونص من الكاسة العصير اللي عندنا ونص بس شايفين وبدأ شوي شوي احط عندي لطحين نصه بسم الله واشوف المقدار هاي بحط نصه هلا بحط البكمودر واحدة بحط النص الثاني كمان واحدة من البكمودر بسم الله شايفين شايفين بسم الله رحمن الرحيم شايفين هلا بدي نحط النص الثاني باللطحين والبكمودر اللي عندي اتنين او مثل ما بنسميه خميرة الحلويات وبقيت الكاس اللي عندي بسم الله ونخفق ونخفق القوام بسم الله رحمن الرحيم شايفين كيف ضعف حجمه شايفين بسم الله بسم الله بسم الله هاي القالب بدي ارس حبات الانانس عقد انتو ما تكون عندكم موجودة حسب الموجود بسم الله ممكن ترشو كمان سكر من تحت بعطي ارمش اكتر للكيكا بسم الله رحمن الرحيم شايفين هاي شايفين طبعا انا عسير الانانس هو اللي حطيتوا كمان القطع صفيتهم من الماء يعني هاي ميتهم ما خليت ماء فيه هون حطيتهم مضو الماء هون هون الكرز ممكن تحطوا فراولة قطع صغيرة هاد حسب انتو ما بتحبو بسم الله ممكن كمان تحطوا فاطراف هون كمان شو بتحبو فيها بسم الله هلا نحط الكيكا الخليط نزله شوي شوي بسم الله رحمن الرحيم شايفين كيف الخليط عندنا نفش بسم الله شايفين بسم الله رحمن الرحيم شايفين طبعا نازل افرغها من الهواء شايفين وانا حطها الفرن هلا عالمية وستين درجة طبعا انا حميت الفرن وكل واحد حسب الفرن اللي عنده نحط هاي الكيكا اسة طلعت من الفرن ساخنة اختبرتها طبعا هون عندي هاي شايفين ما في شي هلا بدي اسيبها شوي تبرد وافك الجوانب ونشوف شو بدي احط عليها عشان ازينها من تحت ومن فوق بدي اشوف هلا شو بدي اعمل بس تبرد شوي ونفك القلب من جن هاي شايفين بدي بس شوي انا سبتها شوي تبرد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله شوي شوي شايفين شايفين كيف الجوانب عندنا طرية ومستوية هلا بسم الله انا هون عندي بدي زينا في عندي جوز هند هذا حسب الرغبة وعندي هون من مربة الانانس ممكن تحط مربة مش مش تحط مربة بردان تحط بمواب اي شي مربة فراولة بعطيها لمعة وبعطيها طعن تاني بسم الله الرحمن الرحيم هي شوي هلا اسي يعني ما بردات منيح بس الافضل تبرد هاي شايفين تعطينا لمعة تعطينا لون تاني طبعا هي اقتصادية هاي بسم الله الرحمن الرحيم بكن على الجوانب كمان اذا بتكن تحط على الجوانب كمان جوز هند عندي هلا احط جوز هند على الوجه من فوق طبعا هذا كل التشريب والتزين ممكن تحطوا عليها شربات طبعا او قطر بسم الله احط كمان على الجوانب بسم الله نشوف انا بحق نحط نفس الشي من تحت و جوز الهند و جوز الهند نحط كمان نقلبها عشان الانس اللي تحت نرى كيفية شكل تباحة ونضع نفس الشيء من تحت مربى الأننس ونضع الهند هذا حسب الرغبة هناك أشخاص لا تحب الهند بسم الله الرحمن الرحيم نرى نرى كيفية شكل تباحة نرى كيفية شكل تباحة نرى كيفية شكل تباحة نرى كيفية شكل تباحة نرى كيفية هذا نرى كيفية شكل تباحة الأفضل تسيبوها تبرد هي شوي عشان بس ساخنة عندي بسم الله هاي بتحبو تخلو الشكل هيك بتحبو ما بتحبو هاي تحطو بحب هذا بيرجع لقلكو شو تحبو تزينوها بسم الله الرحمن الرحيم تشكيل اللي بتحبوها انتو بتزينو فيها هاي هلا نحاول نقص لنا شقفة بسم الله ونشوف كيف هلا بد احاول بسم الله ونقص لنا شقفة مع اطعم الانانس بسم الله الرحمن الرحيم هاي شايفين هاي متل ما بتحبو بتخلوها بهيك شكل او بتقلبوها على الوش اللي حطنا قبل بجوز الهند والمربة وان شاء الله هيا بتعجبكم طرقتها واذا عجبكم الفيديو ما تنسونا من اللايك والشير وتوازعوا الفيديو وباللاقيكم الفيديو التالي وبأمان الله اشتركوا في القناة